وصلنا الآن لريادة الغولف وآخر أخبار بطولة رايدر كاب تستمر المنافسات في كأس رايدر الغولف بإجراء مباريات اليوم الثاني من البطولة على مسالك ماركو سيموني دواحي العاصمة الإيطالية روما وعزز المنتخب الأوروبي تقدمه على مستوى النقاط مع ذا اختتم اليوم الثاني من المنافسات بحصلة بلغت عشر نقاط فاصل خمسة في حين رفع النظير الأمريكي حصلته إلى خمس نقاط ونصف قبل اليوم الختامي تحتضن مسالك ماركو سيموني في العاصمة الإيطالية روما منافسات كأس رايدر في نسختها الجارية حاليا تفاصيل أكثر حول الخصائص والمحطات الأصعب للمسالك في هذا التقرير لعبد صامد وجو قلعة ضاربة في عمق التاريخ على بعد 16 كم من وسط روما التاريخي هي القلب النابض لمثالك ماركو سيموني للغولف في العاصمة الإيطالية روما التي قيل إن كل الطرق تؤدي إليها أضحى مؤكدا أن كل أعين عشاق الغولف تتجه نحو خلال استضافة كأس رايدر في نسخته الرابعة والأربعين مسالك ماركو سيمون التي أعيد تأهيلها في شتنبر من العام الماضي تشد أنظار ملايين المتابعين عبر أزيد من 160 دولة في حدث يعد الأبرز على مستوى رياضة الغولف مسالك روما تعرف منافسة قوية بين الفريق الأمريكي والفريق الأوروبي على لقب كأس رايدر لكن التحدي الأبرز الذي سيواجه اللاعبين على امتداد هذه المسالك يتشكل في الحفرة الثامنة والتي تعد محطة بارزة يرتفع فيها الحماس والتحدي حفرة رباعية في الجهة الأمامية محطة مشوقة في مسالك روما العنيدة الحفرة رقم 11 بطبيعتها المرتفعة والانحدار الشديد يجعل اللاعبين أمام تحدي آخر للفوز أما الحفرة رقم 16 التي تعد منعطفا حاسما في طريق حسم اللقب بمعدل تجاوز حدد في أربع ضربات فستكون البركة المائية أكبر عقبة في وجه المتنافسين مسالك ماركو سيمون بيروما تدع الفريقين الأمريكي والأوروبي بين سندان التخوف من صعوبة المسالك ومطرقة رفع التحدي لكسب رهان التتويج بكأس رايدر الأعرق والأمتع في رياضة الغولف ترجمة نانسي قنقر